اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن السلام عليكم اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن نفهم اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن معكم بعد حكيمة اه اتبعت مع الطب البديل من بعد من بعد مادرة البوليس كيف كانت تعرفو متوما كلكم متوما كلكم عارفين شنو عارفين شنو كاين من اللي كيبداك المرض اول حاجة كيدروا هي البوليس هذا زيت العود من هدروش عليه زيت العود كيكون عندك مرقي مرقي مرة مرة كتديروا بيه مصاج هادو اعشاد بالنسبة للمرضى تصلوا باللويحي كيف كان عارفو انهم كيجيهم القبط بزاف انا قديت هدراحة الامعاء هدراحة الامعاء هوا مكتوب في هنا والقبط عسر الهضم ازالة السموم وكيف كان عارفو جسم دينا السباب المرض هو دك السموم اللي كينف الجسم ودوك المعادن وأوجع البطن انا قديت هدراحة الامعاء انا كينفت مارا هتسيد هادا المهم انا قطع على هدنا انا ها ادو الشوكي يدير على الشكل كبسولات كانت شربو عادي ما عنديش مشكل حيث ما كانت تقبلش تلك العشوب اللي دائرين ومعاونة بهذا هوا هذا معاون كيف كان عارفو لهذا المرض هذا كيسبب القلق والكآبة والعصبية والأرق والنم والطارب والقول والعصبي هاتشي كامل هوا وكيف كانت شوفوا هوا كيف كانت شوفوا كيف كانت شوفوا كيسبب التبول يعني كيف كانت اقوله مش كي تبول زعما في الفرش ديالك كيني الناس اللي كيبول في فرش ديالك الحمد لله انا بعدها موصلت لطاق المرحلة ولكن كنت تزير بالزربة كل مرة قد دخلها لطوالات وكيف كان عرفو هذا المرض هذا يعني ركي يدير سكار كيتلع سكار كيتلع تنسيو مشي هو الأدوية اللي كانت تستعملوا معه أنا اخذت هذا كنعون به حتى هو وخام مره مره فين كان ناخده كيف كان عرفوه وعلى حساب النظام اللي تبعت ومن الدكتور الفيت ومن الناس اللي كيعانيو بأننا كان قطعوه أي حاجة فيها الجلوتين يعني الحليب ومشتقاته ومشتقاته اللي كان قطعوه الحليب كيبقى خصنا الجسم ديناك يخصوه كالسيوم كيخصوه كالسيوم كيخصوه نا فيتامينات أنا حاليا عندي كناخد عندي الكالسيوم في نايا واحد القرعة دينات وواحدة دينات دينات كناخد كالسيوم في اللول كنت سا شريت هادو هاما خرجهم ليه طبيب ومن بعد جبت هادو هاما صاشيات ها هما قبل اخديت ها دي ها هي هادو كل كالسيوم عندي عندي ماغنيزيوم فيتامين سي هالدولي بران بنسبال اخوان انا تشو واحد ما نصحني في اللول ولكن من بعد عرفت بانا ديك البران اللي كان ضرب حيط في اللول دارتلي سخانة ودارتلي بزدفة الألم والحريق والعداب من بعد عرفت بانا خصنا ناخد دولي بران ساعة قبل منها ومن بعد ناخد دولي بران هاي برد دولي بران فيتامين سي ها ديك ال 500 ولكن ها دي الالف هي اللي كانت تكون ايفكاس ما نهضرش هادو كيف كان عرفو هادو المرض هادو كيسبب لنا الغودة الدرقية انا عندي القواتخ هادو دوريالو كناخد ليفوتيغوكس هاي ال 50 و 25 ميلي جرام هادي هادي البديل دي الليريكا اخديت هادي حيط كيف كانت عرفو هي كتعطينا ديك الليريكا على وديت الحريق اللي كيكون عندنا انا دب حاليا عندي حريق شوية في ظهري الحمدولله هادي كيبخا حيط كيف كان عرفو هادو المرض كيسبب الصرع انا سبب لي الصرع قبل ما كتشف المرض كتشفت الصرع اسموه وشنو قلنا الماغنيزيوم اه فيتامين دي ها هو كيكتشوفو ها هو هادو ايبكا حتي موازية بحالة بحالة الليريكا اه هذا فيتامين دي كنحتاجوه دروري اه plugins غريق شوية حالى للجميع والاحضين على كم يدع الماضي بيتامين من تصداد صالح?. من غير دوليبران صافي يجب شي فانية ولكم والجميع أمتي يدنا محمد خاصنا الأوميغا وكيف كان عرفوك التباع لشكل الكابسولات كانت سبيرولينا سبيرولينا معروفة ما زالنا سنشره إن شاء الله كيف كان عرفوه الدوء غالي بزاف وحتاجين بزافة الفلوس رغير هادو بألف وثلثمية درهم 26 ريال الدوء غالي بزاف رمضي الأدوية الأطباء بالنسبة لي أنا التنقل من تمارا الكازا حيث الطبيبة عندي في كازا يعني كينا ما تعرف كتير كان طلب لكم الشفاء كان هضرعو تاني إلى الريجيم ديالنا اه وما تيتش أهم حاجة محل القرقاع كيف كان عرفوه فيه كورتيزون القرقاع واللوز اللي أخذتي سبعات الحبات وبنتبكين الناس اللي كيديروا سبعات الحبات كيرقدوهم وكياخدوا الماء ديالهم كيف كان عرفوه الشعير الشعير هو اللي مزيان مرضى تصلوا باللوحي شعير مزيان بزاف من جنوبي خبيزات كينا واحد الحاجة أخرى هي لوبان الدكر لوبان الدكر لوبان الدكر لوبان الدكر لوبان الدكر لوبان الدكر ترقضوا في الماء وكتبيتوه 12 ساعة ومن بعد شربوه ونكتروا منه كيف قلنا الكالسيون فيتامين D فيتامين C الماغنيزيون ماغنيزيون كان نأخذه حباب الليل هذا الشي غير مكملات حيث الجسم ديالنا محتاج لبزاف ديال المعادين محتاج بزاف ديال الفيتامين C محتاج بزاف ديال الحويج هذا الحساب المناعة كيف كان عرفوه كينين ناس اللي كيتساعدوا معاكم كينين جمعيات اللي كتقدر تعاون نقلبوا مكررش ندير جمعيه ونكونوا فيها كاملين و هذه الجمعيه هذه التمول من طرف الدولة وتمول من طرف المحسينين ولكن للأسف الشديد أنا خدامة ونقدرش نتخلى على خدمتي وكذك تعارفون أني أنا شايفورة ديالرموك يعني خدمة ديالي ما غدت سمحش لي أني نتكلف شي جمعيه أو شي حاجه ومكررش نديرها لكم وبأن الدواء ديالكم يكون فابور وهذا الشي ديالكم يحضر ليكم يكون فابور وكيف كتعرفوه جمعيه كتبغي مسؤولية وكتبغي الوقت كامل وكتبغي تركيز كتير وكيف كان عارفوه إحنا ما عندناش تركيز عندنا فقدان في التركيز وعدنا السهو وعدنا نيسيان وهذا الشي كامل ما خليش يتغلب علينا وإحنا نتغلب على المرض ديالنا مبغيكم تكون قويين أنا غنحط لكم هاد الفيديو في الصفحة ديالفايسبوك ديالمرضة تصلوا باللويحي المتعدد بالمغرب وغنحطها في القناة ديالي في اليوتيوب قناة السائقة المحترفة حكيمة اللي ما داخلت عندي يدخلوه هاد القناة كنت في الولدرتها على حسر سائخي المهنيين يعني الشافر والبنات اللي بغاني تعلموه ولكن من بعد ملكسة شفت المرض أنا خلطتها بين هاد المرض هذا وبين خلطت بين القناة أنها خاصة بمرضة تصلب الويحي وبين أنها تكون ديال ديال السائقي المهنيين يعني مهم وليس هكا وهكا حيث أنا شي فورا وفي نفس الوقت مريضة تصلب كان بزاف ديالإخوان سولوني قالوا لي اختيحكي ما عطينا الأعراض ديالمرض أنا خدي نقول لكم الأعراض وخلقوا ديالفيديو راكيبالي طويل ما نعرفوش خديتسمعوه ولا لا من بعدو نقول لكم الأعراض من الأحسن دبعا نديرو في عشرة ديالتقايق بارك علينا اللي يجعل البركة نحط لكم فيديو خليه لكم تبت شاهو بيه اللي عندو شي سؤال يحطوه في كومنتر وذيك ساعة أنا غدين إلا عندي شي يجاوب نجاوبكم ما عندي شي يجاوب الإخوان الخلين يجاوبوا في بلاستي الأختين اللي دخلت معنا اللي دخلت معايا القروب وعطيتهم الأدبن حتى هما كوتر وكوتر حتى هما مصابت بهذا المرض هذا تساعدوا معايا وعاونوني وفيدوا الدراج